تحل اليوم الذكرى السابعة عشر ليوم احتضر ثرى الكويت جثمان امير البلاد الراحل الشيخ جابر لاحمد الجابر الصباح طيب الله ثرى الذي وافته المنية في الخامس عشر من شهر يناير عام 2006 بعد مسيرة ثمانية وعشرين عاما من الانجاز والعطاء حفر خلالها ذكرى لا تنسى في قلوب ابناء وطنه الشيخ جابر لاحمد الجابر الصباح رحمه الله هو الحاكم الثالث عشر لدولة الكويت فمنذ توليه مقاليد الحكم عام الف وتسعمائة وسبعة وسبعين قاد البلاد في مسيرة حافلة بالانجازات في مختلف المجالات والاصعدة ازهر الدولة الكويت وباتت ثقلا سياسيا واقتصاديا حتى وصلت مشروعاتها التنموية الى شتاغطار العالم كما برزت النهضة العمرانية بشكل لافت وتطورت بشكل متلاحق عبارات رثاء لا تفي سرد مسيرة امير اثر بلاده حبا وجاد بالعطاء لابنائه وامن بقدراتهم وقاد بلاده نحو النهضة والعمران فقد كان هم الامير الراحل وشغله الشاغل وشهدت سنوات حكم الامير الراحل العديد من الظروف والصراعات والاحداث المتوالية التي برت على البلاد لكن بفضل حنكة سموه وسياسته الحكيبة ورؤيته الثاقبة تمكنت البلاد من تجاوز المحن والازمات التي مرت بها هذه الاخداث التي عاصرها منها ما كانت اقتصادية مثل ازمة المناخ وما رفقها من ظروف اثرت على الاسرة الكويتية ومنها السياسة كاعطاء الحقوق السياسية للمرأة الكويتية لكن ابرزها كان ابتحان الغزو العراقي الغاشم على دولة الكويت فكان الاجدر في قيادة البلاد خلال تلك الظروف الصعبة التي هزت اركان الانسانية والاخوة وتعددت مسيرة انجازات الامير الراحل طيب الله ثراعه منها كان تأسيس مجلس التحاون الخليجية الذي انبثق من رؤاه ومساعية حتى انشأ مؤسسة التأميرات الاجتماعية ومين الشويخ وتأسيس شركة البترول الوطنية الرافد الرئيسي لاقتصاد البلاد وفي مثل هذا اليوم من كل عام تستذكر الكويت والكويتيون مناقب وانجازات برزت في عهد الامير الراحل الشيخ جابر لحمد الجابر الصباح طيب الله ثراعه ببرواز يصطح في سماع المنطقة